اشتركوا في القناة في القناة من المعترف بي أو من المعروف دايماً أن مجلس الإدارة قد يكون هناك في خلافات في وجهاتنا مش مجلس دات الأهلي بشكل عام فأي مؤسسة من المعترف بي أنه بيبقى دايماً هناك اختلافات في الرؤى داخل مجلس الإدارة ولكن المؤسسة الحقيقية القرار بيخرج منها بشكل أن الجميع موافق عليه الجميع موافق عليه والجميع في ظهر هذا القرار وهذا هو ما يحدث داخل النادي الأهلي النادي الأهلي دائماً بيشتغل بنظام المؤسسة الحقيقة من 1907 تلاقي النادي الأهلي بيضع قواعد لكل اللي بيحصل خلال الفترات اللي بعد كده من 1907 وحتى الآن الأمور ماشية بهذا الشكل من 1907 وحتى الآن كل الناس كل الأجيال بتتوارث ما يحدث داخل النادي الأهلي من مبادئ وأخلاق وتطوير وكل شيء آه الأمور بتتطور ولكن تظل المبادئ على ما هي عليه بمعنى أننا لما عندنا 12 عضو في مجلس الإدارة مثلاً منهم 9 موافقين و3 مش موافقين على أي قرار ولكن بتطلع تلاقي اللي 12 عضو في ظهر القرار أو من أول رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين صندوق المجلس وأعضاء المجلس فوق السن وتحت السن كلهم في ظهر القرار ما تعرفش مين اللي ما كانش موافق ومين اللي كان موافق هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي دائماً وما بين أي حد تاني النادي الأهلي عندما يتخذ قرار في أي شيء في أي قرار في أي شيء بيحصل داخل النادي الأهلي أو في أي إدارة داخل النادي الأهلي دايماً بتجد كل الدعم من مجلس الإدارة بالكامل بالكامل هل حضراتكم عمروكم أو لو فاكرين قلولي هل حضراتكم عمروكم فاكرين أن في قرار اتخذ في مجلس إدارة النادي الأهلي وطلع حد من مجلس الإدارة قال أنا ما كنتش موافق على هذا القرار ما بتحصلش طول أنا مش بتكلم على دلوقتي أنا بتكلم على عمر النادي الأهلي أو تاريخ النادي الأهلي بالكامل النادي الأهلي هو اللي وضع يعني مؤسسة رياضية تكون الأفضل في كل شيء دايما دايما كابت الخطيب دايما هو بيتكلم أو أي عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم تلاقيه هو بيتكلم دايما بيتكلم على أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي ودلوقتي أصبحت التطوير من خلال النادي الأهلي فعشان كده الجائزة دي بالنسبة لنا هي جائزة رائعة جدا وإن دلت فإنها بتدل على أن المؤسسات الرياضية والنادي الأهلي هو أعلى مؤسسة رياضية في مصر الحقيقة في كل شيء من حيث النظام من حيث الالتزام من حيث الناحية الاقتصادية زي ما حضراتكم شفتوا 2 مليار ونص تقريبا ميزانية النادي الأهلي خلال الفترة السابقة وده هيعرض على الجمعية العمومية ان شاء الله يوم الجمعة القادم